مع دخول العام الجديد يشعر الكثير بالقلق من مجهول الآتي مع العام القادم من جوانب اجتماعية وعاطفية تؤثر على حياتنا فكيف يمكننا رسم صورة إيجابية تجعلنا نتطلع بنظرة جديدة للحياة وتعاملنا معها مع دخول عام جديد المختصون في علم الفانج شوي يقولون أن لديهم نصائح مفيدة في هذا المجال سنتعرف على بعضها مع ضيفتنا التالية ولبعض النصائح تنضم إلينا خبيرة الفانج شوي والمدربة في تطوير أيضا الذات بتينة لاغرستم إن شاء الله نطقت الاسم صح مضبط مهى السويدقة أهلا بتينة أشفى سوري يعني صباح الخير صباح النور أنت تتحدثين كمان اللغة العربية بطلاقة يعني شكرا لزوجي العزيز يا سلام لها زوجية كمان وللعيشة في الإمارات يعني أول لغة عربية تصلت فيها هي في الإمارات علمتها ممتاز طيب أسألك بالبداية يعني علاقة الفانج شوي في تطوير ذات وفي نفس الوقت كيف أنك ترسم سنتك القادمة بطاقة إيجابية من خلال هذا العلم عرفين عليه علم الفانج شوي إذا ناخذه علميا بحث أنا أشتغل في علم الفانج شوي من ناحية العلمية الكون كله متكون من طاقات ونحن أجسادنا متكون من طاقات كمان فإحنا كيف نحفز ونعدل من المكان تابعنا بعلم الفانج شوي اللي هو علم دراسة الطاقة المكان أنه نحفز الأشياء الإيجابية اللي ممكن تأثر علينا بطريقة إيجابية أكثر من ما هي سلبية كيف لو ندخل عمليا أكثر؟ إذا ندخل عمليا يعني نلاحظ أبي الكل الحين على نهاية عام 2016 وبداية 2017 فكل شخص من عندنا يلاحظ فيه أمور البيت في الحياة التبعة الأمور البيتية في المكتب تبعك شوف هل فيه ديكور أكثر من اللازم موجود فكل ما نخفف كل ما يكون توازن في الألوان والمواد رح يأثر علينا بطريقة إيجابية أكثر من ما هي سلبية فكل واحد يقدر عنده عشرة أيام يقدر يحاول يرتب وينظف من أموره من ناحية الديكور من ناحية الزرع مثلا الزرع كثير يأثر علينا بطريقة إيجابية يعطينا الزرع هو الحياة احنا نشوف بره عندكم ما شاء الله الماء والزرع هو هذا الحياة والوجه الحسن والوجه الحسن على شنور الوجوه الحسن فيأثر علينا فلازم نشوف احنا كل شخص يلاحظ عن طريق نفسه انه كيف حياتي صارت في 2016 كيف أنا أبغاها في 2017 فأشتغل على الناحيتين أنا أشتغل من ناحية المكان البيئة اللي حوالينا هل هي بيئة صحية هل في نور شمس كفاية هل الألوان الألوان الهادة والمفرحة أم هي الغامجة أعطينا الألوان 2017 الأحمر يارح يطغي استخدموا كثير أحمر ومارون وردي الألوان الترابية كمان وايد مفيدة للطاقات الإيجابية لـ 2017 إذا نتكلم من ناحية العلم الفنك شوي طب معلش أنا عندي سؤال خلينا ناخذ هذا مثلا الستوديو يعني هل معقولة أنه كل سنة نغير فلنفترض أنه حابين نغير عشان نحصل طاقة إيجابية أكثر من الطاقة الإيجابية الموجودة أكثر من ما شاء الله ما شاء الله السؤالين في البداية إيش ممكن تغيري مثلا إيش تحسي ممكنني إن شاء الله أو يضاف أنت لأن عندكم ما شاء الله الشبابيك كبيرة فكخبيرة الطاقة أشوف أنه عندكم الزرع موجود عندكم الماء موجود لكن بعض الأحيان ممكن مثلا إحنا نقول إذا 2017 محتاجة ألوان نارية وترابية يعني أنضيف مثلا شوية مثلا المخادية اللي وراكم تكون في اللون الأحمر أو إضافة ديكورات وأكسسوارات من ناحية مثلا الشموع لأنه تعطينا الطاقة النارية والألوان الترابية البيج أنت عندك أبيض فنضيف عليه بيج أو بني فهذه إذا تبين تعززين لطاقة 2017 من ناحية الألوان لأن الألوان تأثر على العقل والديكور كمان يأثر على العقل طب بس توزيع الفرش توزيع الفرش يعني في دراسة أتكلم براحتي يعني في دراسة خاصة شخصية بالشخص يعني في طاقات معينة تكون لإلك الطاقات المعينة هي ذبذبات كونية تكون لها قنوات غير مرئية فأنت عندك قنوات غير مرئية إيجابية وسلبية والأخ عنده قنوات مرئية إيجابية وسلبية وأنا كمان فمن دراسة خاصة في الشخص نفسه تنتج لنا أنه شو المكان الأفضل أنه هذه القناة الغير مرئية إيجابية بالنسبة لك يعني مش عشوائي يعني لا ما في شي عشوائي بعلمي لأنه نحن دراستنا علمية من ناحية العلمية إذا شي عشوائي نقول أوكي محتاجة مثلا زرع هنا لازم يكون لأن الزرع الحياة محتاج الضيفين ممكن حاجة كريستال أو زرعة أو ورد باللون الأحمر لأننا نحن محتاجين أحمر في سنة 2017 فالعشوائيات الأشياء الأساسية ومحن يا رجال طب العزابية بحط أحمر في بيتي لأ عندك الماشاء الله هذه ماشاء الله أورادي بينك هي أورادي وردية العلم يدخل كمان في الملابس لأن الألوان لأن كل الباحثين يعني أثبتوا مش فقط على الديكورات يعني نو لا مش الديكور لأن كل شيء كل الألوان شوف الطاقة هي تجي من وين تجي من المكان المكان شوفي في مواد وفي ألوان نلبسها وفي أشخاص عشان كذي كثير من الأحيان أنت تدخل مكاتب ممكن تتسكر تنغم وتدخل أماكن ممكن تفرح فأنا لما دشيت هنا شفت الوسع بره شفت النور نشرح صدرك نشرح صدري فمكان حلو أنا عندي سؤال أنت نما ذكرت أنه والله في 2017 عام 2017 يحتاج اللون الأحمر هذا أنا صراحة مفهمت وكيف كل عام يحتاج لون أو يحتاج هو علم مفروض يعتمد زي ما ذكرت على الطاقة ما له علاقة بالسنين لأن احنا ندرس كل سنة الهطاقات مختلفة فيك عدد من السنين في سنة ميلادية في سنة هجرية في الصينيين عندهم سنين على السنة القمرية احنا نأخذ اللي هي الهجرية لأن كل سنة شوفي الكواكب مش تتحرك يوميا وساعة وبالساعة وبالأشهر وفي السنة فكل التحركات الكونية تنتج طاقات مختلفة من يوم ليوم من سنة لسنة فاحنا نأخذها سنويا كيف التحرك الفلكي بيكون وشو انتاجية الطاقة هل كانت سلبية من ناحية الألوان فشو اللون اللي نضيفه لأننا احنا نترجم طيب تفرق لو بداية السنة مثلا الميزانية ما تساعد فشهر واحد مثلا رح تغيرت الديكورات عشان تنفذ علم الطاقة ما يحتاج لمبالغ كبيرة لأن كل الأشياء الموجودة عندك أنا متأكدة كل شخص يكون عنده ألوان معينة ممكن يغيرها من الملابس تفرق لو دخلت السنة الجديدة وانا ما سويت شيء الأفضل الأفضل أنه نهيئ نفسنا نهيئ نفسنا من ناحية الطاقة طاقة المكان ومن ناحية الطاقة الذهنية لأن العقل العقل يأثر علينا فالطاقة مربوطة بأجسادنا الجسد شو يسوي احنا نستقبل الطاقات هل كانت إيجابية وين يروح يروح للأقل الأقل هو اللي رح يخلينا طيب هل هذه بتساعدك في حال أنت رسمت خطة لك للسنة القادمة أنك تنفذها هل مع علم الفونك شوي وبيتخصصك أيضا في تطوير الذات هل لها علاقة في مسألة أنه تسهل تنفيذ مخططاتك لسنتك الجديدة أكيد أمية في المية لأن اللي ما يعدل من مكانه اللي ما يعدل من بيئة المكان تبعه البيت أو المكتب أوكي واللي ما يعدل من ذهنه فأنا أقول الطاقات هي حلقات طاقة المكان حلقة والطاقة الذاتية حلقة ثانية فعلينا نمزجهم عشان يكون سلسلة متواصلة من الحلقات الإيجابية بس في مشكلة أساسية كل الناس تبدأ السنة الجديدة كل واحد حاطت ريزولوشن وأنا رح أعمل وأنا رح أسوي وأنا رح أغير ممتاز يعني حتى خاصة موضوع الدايت مثلا البنات عارفين طيب نوصل نص يناير بعدين ما بعرف واحدة وراء الثانية الحلقات أو كل هالرؤى تختفي وتبدأ في تكاسل وخلاص رجعت ريمة لعادتها القديمة القديمة أوكي مين ريمة دي؟ حليمة طيب ريمة وحليمة من رجوع؟ ريمة زميلتنا سلام عليكم حلقة الاقتصاد هل في شيء في هذا العلم ممكن يساعد على الالتزام بهذه القرارات؟ عشان ريمة أنت ما يحتاج ما يحتاج لتنزيلين ولا غرام ترى عشان أخذ الدواء في التولز مفاتيح اللي نقدر أقدر أعطيها كم نصيحة بسيطة لأغلب الناس اللي هي الأقل استخدم أقلك لأن هذا رح يمشي مع الطاقة الإيجابية وهي أنه إحنا لما نعرف النوع وعي تام لعقلنا كيف قاعدين نفكر بأي طريقة هل قاعدين نفكر طريقة إيجابية أم سلبية لما نحس على نفسي أنه قاعدة أفكر بطريقة سلبية أنه أنا وزني ما رح ينزل أنا ما رح أقدر أنجح هذه أول أول مفتاح أنه أقول ستوب اقف هنا كيف نسويها؟ بكل بساطة أسهل شي تسوه حطوا بس ثلاث أهداف نبدأ نطور في العمل وإحنا نبغى التطوير الدائم والمستمر عشان السعادة نعم فإحنا السعادة في 2017 كيف نحفزها؟ نحفزها أنه نطور من المكان من البيئة نعدل منها ومنطاقاتها نطور من أقلنا نحن باتينة نحتاجك في تغيير الدكور إن شاء الله للسنة الجديدة إن شاء الله شكرا جزيلا لها خبيرة الفانك شوي والمدربة في تطوير ذات باتينة لقرسترم شكرا جزيلا على موضوعنا اليوم شكرا جزيلا